أنا متحمسة جداً بقى أجي في الشتاء جداً ما هو على فكرة ده الهدف ده الهدف الرئيسي طبعاً أن تبقى مدينة للحياة الأساسية وهي باين قوي وإنت ماشي أنه هي مش بس طرفهية والحقيقة أنه كل حاجة موجودة يعني مدينة العالمين القديمة اللي هي جوة فيها كل حاجة كل حاجة ممكن تحتاجها وحتى إحنا لو إحنا حاسين أن الجو مثلاً برد عندنا في الشتاء السياح لما بيجوا صيف الشتاء إحنا جو بتاعنا بالنسبة لهم يا إبراهيم بيبقى حالة إبهار إذا كان في الصيف أو إذا كان في الشتاء هما بيجوا عندنا في الشتاء بيبقوا مصيفين يعني بيبقوا في قمة السعادة وبعدين المنظر بديع سبحان الله إحنا ربنا رزقنا تحسن هي سواء تخذت تخذت أيوة بالزبط بالزبط فإحنا شايفين حاجات كتير قوي وزي ما نقول لك أنا متحمس جداً للمستقبل ومن الحاجات اللي إحنا شايفنا الأفكار اللي بتتطبر والحاجات الحفليات اللي في المستقبل يعني بساً يوم بتات عشرين اللي جاي فيه كايروكي وفي أوبنينج أكتر لا وكايروكي كمان قابليه حاجة كمان دي حاجة دي حاجة تعملت على الهوى دي أصلاً ما كانتش متخططة قبل مهرجان فدي حاجة توريلك إزاي الناس اللي شغالة هم عايزين طول الوقت لأي حد بيجي العالمين أجمت حاجة وأحسن حاجة وأحدث حاجة وكل الأزواء مش كملك العقول المدبرة بهايند المهرجان بصراحة شابوه لهم لأن هم كل سنة أو كل يوم مش كل سنة ده كل يوم يعزين يعملوا حاجة جديدة يعزين يتوروا حاجة جديدة يعزين يحسنوا حاجة جديدة يعزين يزودوا حاجة جديدة عشان كده لو مشينا بنفس الريت ده و بنفس البيس ده إحنا إن شاء الله زربنا إحنا السنة جاية أو إحنا لو مشينا بالريت اللي حصل من السنة اللي فاتت للسنة دي أصله أصله آه جم جم ده قوي من السنة اللي فاتت للسنة دي سنين اللي جاية لا 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 إن شاء الله بإذن الله هتبقى حالة يعني في حتة تانية خالص السنة دي كمان أكتر حاجة لفتنت بها ومبسوطة بها إبراهيم يعني أنت دلوقتي منورنا وبتتسمى عيد بتوقع راديو نيل بتوقعنا كل يوم بنشوفك كل يوم سرعة بنطلع نهوة يعني انت إحنا أنا فأنا بتفرج عليك إنت ولم لأول مع الكلام ما انتم تخلصوا هواء إحنا بنتقل نطلع يعني أكلمك أكلمك بسلمه من هواء بسلمي الهواء من على التلفزيون هلنسك بتعب معنات سمع في بروي إحنا بنسمع قلت روما أنت مجبر ما أنت هتخلش عايق حاجة أن أجاهلك أنه هطلع لك في ملطلونك أنه مش هزيبك تسمع نه تسمع نوصل للستوديوهات إبراهيم قاله النهاردة إبراهيم قالت النهاردة عشان نخش إحنا هنقول الكلام ده برضو نركز عليه وإحنا أنتم بتسلمون إحنا نطلع هوا هيا فاهم قصد التفاعل والاندماج اللي حاصل السنة دي ما بين كل القنوات وكل الشركات التباعة للشركة المتحدة للخدمات العالمية ووجودنا كلنا مع بعض ده عامل كمان حالة حلوة قوي وعامل رد فعل حلو مع الناس يعني أنه من التلفزيون للراديو من الراديو للتلفزيون صح عندك حقا أنه كلنا كذا ميل نشتغل مع بعض ونبقى كلنا بنعمل حاجة يعني مع بعض في نفس الوقت احتفالاً واحتفاءاً بالمهرجان وبالمدينة دي برضو عاملة ردود أفعال حلوة قوي عند الناس اللهم لك الحمد يا رب ودي كمان كانت واضحة مبارح بالذات إن كان فيه مهرجان اللي كان بيحتفل هو الحض البحر المتوسط فهو كان منظم من سفرة فإحنا كنا يعني كانوا بقولوا لنا عايزين أي حاجة عرفونا بس وإحنا ندور لكم على الشرف نجيبه تم معاً تريبيو على طول فالكلابريش لا أنا عايزين ندوء الأجل بتعلقاً أنا والله إيما أنا سكت عايزة أقول كلنا إيه كلنا إيه أمر ندوء الأول عشان حتى نبقى يعني كان الحيات الكتير تتأوت قبل ما نطلع وشوفنا حيات من دول مختلفة زي مولدك زي لبنان وتركيا وإيطاليا وأسبانيا فشوفنا حيات وفليفرز مختلفة جداً من هيدي الشافس اللي موجودين هناك فكونا مستوين جداً 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 في الشابول اليوم هو زي مولاك هو الكلابريشن أفرت اللي بين النقطاتك والله يعني تنسى أخبو تروح تدوء فيه سلاي صايت بيتزا عندي بخمبيها لك بيما أنت لازم تنم بدري عشان عندك صباحاً على بيت لا أنا معاك يعني أنت عارف ننام بدري نصحة بدري عشان عندنا مورنينج